حالة التقص يمكن كنا كلنا متوقعين وفقاً للي حذرت منه هيئة الأرصاد الجوية وتحذير في محله عشان تأدير العصفة التربية بقى شكلها عمل إزاي واضح إنه ما كانش واضح بالشكل الكافي هتبقى زي الأسبوع اللي فات ولا لا على كل حال كنا في انتظار إنه ورد ما تحصل النهاردة بنفس القوة الحمد لله إن ده ما حصلش كان فيه شوية أتربة لكن مساء أمس في بعض المناطق واليوم خلال الساعة القليلة الماضية في منطقة القاهرة الجديدة أمطار وصحب رعضية هل مرينا من يوم الضروة بسلام ولا لسه متوقع حالة عدم استقرار وممكن التقص بكرة يكون فيه جزء أسوأ من اللي كان عليه النهاردة خلونا نعرف من دكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بلهاء العمل الأرصاد الجوية دكتور منار مساء الخير مساء الخير على حضرتك كتدرامي مساء الخير على كل سنة المشاهدين أهلا بك نقدر نقول أن النهاردة الحمد لله عد على خير الحمد لله الزروة قلبات الجوية اليوم وكان طبعا لتحضرات الهيئة العامة للأسفاد الجوية الزروة حالة عدم استقرار في الأحوال الجوية بدأت طبعا بالارتفاع الكبير في درجات الحرارة فترة النهار تساقط الأمطار اللي كان رعضي ومتفاوت الشدة من محافظة لمحافظة هبات رياح اللي كانت سريعة مع الأمطار الرعضية الحمد لله المنقفض الجو اللي بيأثر علينا في طبقات الجو العليا وأيضا على سطح الأرض وبدأ يتحركوا باتجاه المناطق الشرقية فبدأت دلوقت المناطق الشرقية هي أكثر تأثرا بالأمطار المناطق الشرقية زي سواحنا الشمالية الشرقية بعض المناطق من سيناء مدن القناة لكن باقي مناطق الجمهورية الحالة هتقل عليها إن شاء الله يعني خلال الساعات القادمة خرص الأمطار هتكون موجودة عليها لكن بصورة أقل اللي شوفناها الساعات الماضية بإذن الله وبما أنه كان متوقع النهاردة يبقى الظروة ده معناه أن حالة التقص بكرة هتبقى غير مشتقرة لكن أفضل من الحال النهاردة بالفعل بكرة إن شاء الله هنلاقي تحسن نسبي في الأحوال الجوية هنلاقي درجات الحرارة انقفضت عن اليوم بحوالي من درجتين لثلاث درجات لأننا اليوم سجلنا تسعة وثلاثين درجة مقاوية بالنسبة للقاهرة الكبرى متوقع بكرة إن شاء الله تكون ستة وثلاثين درجة مقاوية لكن المناطق الجنوبية جنوب السعيد تكون خمسة واربعين درجة مقاوية لكن هيكون تحسن نسبي عن اليوم لأن كمان نشاط رياح المسير للرمال والأتربة هينخصر فقط في المناطق الجنوبية الشمال وجنوب السعيد المناطق الشمالية زي الواجه البحري والقاهرة الكبرى وتواحن الشمالية هيكون عليها نشاط لرياح فقط مش مسير للرمال والأتربة فرص كمان الأمطار هتقل وتكون أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من الجمهورية بما فيهم طبعا مناطق من القاهرة الكبرى لكن الأمطار الرعدية غدا الجمعة إن شاء الله هتكون في سيناء وخليج السويس ومدن القناة وسلس الجبال البحر الأحمر باقي مناطق الجمهورية فرص الأمطار عليها هتكون أمطار خفيفة بإذن الله مش هتقصر والنص الثاني من اليوم يبدأ يعود حالة الاستقرار تعود مرة أخرى مع فترات المساء إن شاء الله تبدأ بقى الكتلة الهوائية الشمالية تأثر علينا هنبدأ أن نحس أن ضربات الحرارة خفضت هنبدأ أن نحس بي تحسن في الأحوال الجوية يكون في تحسن كبير واستقرار في الأحوال الجوية مع يوم السبت إن شاء الله تنخفض ضربات الحرارة وتعود للمعدلات الطبيعية ما بين 33-34 درجة موية عظمة للقاهرة الكبرى تهدأ سرعات الرياح بشكل كبير تتلاشل أتربة من على أغلب الأنحاء وكمان فرص أقوط الأمطار يكون في استقرار في الأحوال الجوية حتى منتصف الإسبوع إن شاء الله طيب هل في تخديرات بشأن يعني باقي الأسبوع هل ممكن العواصف دي ترجع مرة تانية هو وارد جدا بقاءنا في فصل الربيع فصل الربيع حينتهي 20-6 وفي ظل كمان الصغيرات المناخية يمكن إحنا مش معتدين على الظواهر الجوية دي في نهايات فصل الربيع أو في الوقت ده من السنة فوارد جدا يتقرر حالات عدم الاستقرار في الأحوال الجوية حتى انتهاء فصل الربيع يعني 20-6 والأتربة والرمال المصارف عشان كده احنا بنقول دايما لازم نتابع نشارات الجوية بصورة يومية ونتابع التحديثات اللي بتصدرها الهيئة العامة للأرصاد الجوية على صفحتها الرسمية على زيستور نعم شكرك شكرا جزيلا دكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية